موضوع المحاضرة التسعة يطرى هختار أو هوزع الصروة على أي أساس الحقيقة هنا أن الفكرة الأساسية اللي بتقوم عليها العملية دي هو أن أنا بفترض أن المستثمر اللي أنا بركب له المحفظة بتاعته هو بيختار من محفظ السوق محفظ السوق فيها عدة استثمارات مختلفة في المخاطرة هنا يعني أو بتتفاوت درجات المخاطرة فيها بفترض أن محفظ السوق الكلية أو الكبيرة قوي جواها محافظ صغيرة فأنا يعني بابني الكلام بتاعي على أن المستثمر هيختار محفظتين يعمل منهم محفظة بتاعته محفظة فيهم فيها استثمارات خطرة فيها أسهم وسندات ومحفظة تانية فيها استثمارات غير خطرة فبحاول أن أنا في الأول أشوف المحفظة بتاعته تركيبة الوزن النسبي يعني قد إيه ياخد محفظة خطرة وقد إيه ياخد محفظة من أوراق مالية غير خطرة بحاول أحدد الوزن النسبي للمحفظتين الصغيرين اللي بيكونوا محفظة المستثمر بعد كده بحاول أمسك المحفظة الخطرة أشوف تركيبة الأوراق المالية يعني بفترض أن فيها ورقتين اتنين بفترض مثلا فيها أسهم وسندات بحدد الوزن النسبي للأسهم فيها والوزن النسبي للسندات بالطريقة اللي احنا خدناها في المحاضرة نمرة 8 بعد كده بضيف بقى الاستثمار الغير خطر وبعدين أبتدي أحسب العائد للمحفظة الخطرة الأول لوحدها والمخاطرة بتاعتها وبعدين أحاول أحسب العائد الكلي بتاع المحفظة وهي فيها الأسهم والسندات والأوراق الغير خطرة ولتكن مثلا أزون خزانة وبعدين أحسب المخاطرة هنشوف الكلام ده كله بيتم إزاي من خلال العرض التالي هحاول أعتمد على التمرين اللي قدامي ده أنا عندي العائد المتوقع وعندي هنا ثلاث ورقات أو ثلاث استثمارات سندات وأسهم وأزون خزانة اللي هي ورقة خالية من الخطر عندي الانحراف المعياري للسندات والأسهم طبعا أزون الخزانة ملهاش انحراف معياري لأنها ما فيش فيها مخاطرة عندي التغاير عندي معامل الارتباط عندي درجة كراهية الخطر والمطلوب دلوقتي أحدد الوزن النسبة للاستثمارات الخطرة وغير الخطرة في المحفظة وكذلك عائد مخاطرة المحفظة هبتدي أحدد الوزن النسبي للسندات مثلا عن طريق المعادلة اللي ظهر قدامي ودي المفروض أن أنا بقى عارفاها البسط بتاعها بيتكون من بدل المخاطرة للسندات مضروب في تباين الأسهم ناقص بدل مخاطرة الأسهم مضروب في التغاير مقسوم على بدل مخاطرة السندات في تباين الأسهم زائد بدل مخاطرة الأسهم مضروب في تباين السندات ناقص بدل مخطرة الأسهم زائد بدل مخطرة السندات في التغاير أنا عندي الأرقام دي كلها معطاة ومحسوبة طلع لي وزن السندات 40% طب أنا بتكلم على وزن السندات في المحفظة الخطرة أنا اتفقت أن محفظة المستثمر جواها 3 ورقات أو التلات ورقات دول عبارة عن محفظتين صغيرين محفظة خطرة ومحفظة غير خطرة في المحفظة الخطرة عندي أسهم وسندات السندات طلع وزنها 40% يعني لازم أوجه في المحفظة الخطرة 40% من الأموال اللي هتتحط في المحفظة الخطرة تبقى في السندات يبقى المفروض أن 60% يتحطوا في الأسهم يبقى إذن الوزن النسبي للأسهم في المحفظة الخطرة هيبقى واحد ناقص أربعين في المية يعني ستين في المية تالي طالما حددت الأوزان النسبية للاستثمارات داخل المحفظة الخطرة إذن من الممكن جدا أن أنا أحسب العائد بتاع المحفظة والمخاطرة بتاعتها من خلال ترجيح عائد كل ورقة بوزنها النسبي فلو حسبت العائد بتاع المحفظة أنا عندي هنا السندات نسبتها أربعين في المية والعائد بتاعها تمانية في المية زائد نسبة الأسهم ستين في المية والعائد تلاتاشر في المية بترجيح عائد كل ورقة في وزنها النسبي طلع للمتوسط المرجح للعائد حداشر في المية زي ما احنا شايفين في المعادلة أطلع بقى كمان الانحراف المعياري الانحراف المعياري جزر التباين بجيبه إزاي؟ بدرب مربع الوزن النسبي للسندات في تباينها زائد مربع الوزن النسبي للأسهم في تباينها زائد اتنين في الوزن النسبي للأسهم في الوزن النسبي للسندات في معامل الارتباط أو في التغاير اللي هو عبارة عن الانحراف المعياري للأسهم في الانحراف المعياري للسندات في معامل الارتباط طلع لي سجم المحفظة الخطرة 14.2 من 10 في الميل أطلع الأقصى عائد ممكن أو محتمل تحقيقه لنفس هذه التركيبة من الاستثمارات بالمعادلة الآتية عائد المحفظة اللي أنا لسه مطلعاه ناقص العائد الخالي من الخطر وده معطف التمرين على الانحراف المعياري اللي أنا لسه حسباه في الخطوة اللي فاتت الخطوة المرة 2 عائد المحفظة 11% والعائد الخالي من الخطر 5 على 14.2 من 10 طلع لأن أعلى عائد ممكن يتحقق من المحفظة 42% أقدر أنا باستخدام نسبة كراهية المستثمر للخطر أقدر أطلع تنويعة المحفظة ما بين الاستثمارات الخطرة والاستثمارات الخالية من الخطر بالمعادلة اللي بتطلع لنسبة الاستثمارات الخطرة اللي هي عبارة عن عائد المحفظة اللي احنا حسبناه في الخطوة نمرة 2 ناقص العائد الخالي من الخطر وده معطى على 1 من 100 وده نسبة سبتة في المعادلة دي مضروبة في نسبة كراهية المستثمر للخطر في تباين المحفظة الخطرة بعوض بالأرقام دي طلع لن نسبة الاستثمار الخطرة اللي المفروض يوجه المستثمر صروته إليها داخل المحفظة اللي هو عايز يركبها 74.39 من 100 في المية 74.39 من 100 في المية طيب ما طالما عرفت نسبة الاستثمارات الخطرة داخل محفظة المستثمر أقدر بقى أطلع نسبة الاستثمارات غير الخطرة إن أنا أطرح اللي 74.39 من 100 في المية ناقص واحد صحيح اللي هي حجم المحفظة ككل أو نسبة المية في المية من الاستثمارات المكونة للمحفظة أطرح منها نسبة الاستثمارات الخطرة طلع لنسبة الاستثمارات غير الخطرة 25.61 من 100 في المية هنا بقى عندي التوزيع النسبي الجديد للمحفظة إحنا قلنا 74.39 من 100 في المية استثمارات خطرة و25.61 من 100 في المية استثمارات غير خطرة بس ناخد بالنا أن الاستثمارات الخطرة اللي هم 74.39 من 100 في المية جواها 40 في المية سندات و60 في المية أسهم يبقى أطلع نسبة السندات قد إيه طلعت 29.76 من 100 في المية وال60 في المية البقيين هيبقى 44.63 من 100 في المية والاستثمار في أزون الخزانة 25.61 من 100 في المية وفقا للتوزيع الجديد للسروة داخل المحفظة أقدر أرجح عائد كل ورقة بنسبة وجودها داخل المحفظة يطلع لعائد المحفظة للتلك مكونات بتوعها يطلع 49.46 من 100 في المية طب أحسب الانحراف المعياري للمحفظة دلوقتي أنا ما عندي الاستثمارات غير الخطرة اللي هي أزون الخزانة 25.61 من 100 في المية وعندي المحفظة الخطرة اللي هي بتمثل 74.39 من 100 في المية دي كان لها مخطرة محسوبة في الخطوة نمرة الخطوة نمرة 2 في الخطوة نمرة 2 طلعت المخطرة بتاعت المحفظة 14.2 من 10 برجحها بقى دي مخطرة الاستثمارات الخطرة اللي هي الجزء الخطر اللي داخل المحفظة اللي هو بيحتوي على سندات وعلى أسهم أرجحه بنسبة الأوراق المالية الخطرة اللي هي 74.39 من 100 في المية عشان أقدر أطلع الانحراف المعياري للمحفظة اللي هو هيبقى عبارة عن الجزر التربيعي لمربع الوزن النسبي للاستثمارات الخطرة في الانحراف المعياري لها يطلع لعشرة ونص ده عبارة عن الانحراف المعياري للمحفظة ترجمة نانسي قنقر